أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند طيب قبل ما أدخل في الكواليس والتفاصيل وإيه اللي حصل خلال الأيام القليلة الماضية النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى اتصالات مكسفة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعديد من الجهات المعنية وذلك بشأن موقف النادي بخصوص قرار الاتحاد الإفريقي والذي اختار ملعب غير محايد لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وعقد رئيس النادي عدة اجتماعات اليوم بحضور العديد من المسؤولين في قطاع شركة كرة القدم ثم تم عقد جلسة مطولة مع الشؤون القانونية بالنادي وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من النحية القانونية وذلك للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة وبالتالي هناك تحرقات بدأت منذ الصباح الباكر بخصوص القرار الذي تم اتخاذه بالأمس باختيار ملعب غير محايد تبه و Pamنا